اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعني عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتمع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به يزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ثلاثمية أربعة عشر إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه وادو لي وادو الله وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٍ مِّنِّي وَلِتُصْنَى عَلَى عَيْنَيْ إِذْ تَمْشِي أُخْتَكِ وَتَقُولُهَا لَا دُلَّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلَهُ من يكفله من يكفله من يكفله من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن عينها عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُوْنَا فَلَبِثْتَ سِنِينَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى وَاسْطَنَاتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَا صح تنيا في ذكري تنيا في ذكري إذا بأ إلى فرعون إنه ضاء فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضاء قال لا تخاف إنني معكم أسمع وعراء فأتيه فقولا فأتيه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قدر إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحى إلينا إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب إن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وثم هدى قال فما بال القرون الأولى شكرا قال علما عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا مهدا وسلك لكم فيها سبلا وينزل من السماء فأخرج به فأخرجنا به أزواج من نبات شتاء كلوا ورعوا كلوا ورعون عامكم إن في ذلك الآيات لولى أنها لأولنها لأولينها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترارة أخرى تارة أخرى تارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذبوا كلها أياتنا كلها فكذبوا كلها فكذبوا فكذبوا قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا قال قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتيك بسحر مثله فلنأتينك فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد لنخلفه نحن لا نخلفه لنخلفه نحن ولا أنت مكان سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعونه فجمع كيده ثم ماتى قال لهم موسى ويلكم لفترتوا عليكم لا تفتروا قال موسى ويلكم لا تفتروا عن الله كذبا فيستحيكم بعذابه فيسحدكم فيسحدكم بعذابه بعذاب وقد خاب من أفترى فتنازعوا أمرهم بينهما وأسروا النجوة بينهم بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هذا الأسحر يريد أن يخرجكم إن هذان لساحران إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلاء فجمع كيدكم ثم فأجمع كيدكم ثم أتوا صفا وقد دفل حال يوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من أنقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا وآمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل قال تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحا فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صفحتين صفحتين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يا فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال اذهب فإن لك في الحياة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنا ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم منها عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم منها يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت النصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن آذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوه إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى جزاك الله خيرا